في خطوة رمزية إلى حد ما لمنع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من تولي السلطة السيناتور الأمريكي تيد كروز ينوي قيادة مسعى مع عشرة أعضاء جمهوريين بمجلس الشيوخ للاعتراض على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية وذلك عندما سيتم مستعراض نتائج تصويت المجمع الانتخابي في الكونغرس يوم السادس من يناير الجاري السيناتور كروز والأعضاء العشرة بمجلس الشيوخ نشروا عزمهم في بيان على التصويت لرفض نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة التي يقول الرئيس دونالد ترامب إنها شهدت تزويرا دون أن يقدم أدلة على ذلك ويدعو أصحاب القرار الكونغرس في بيانهم أن يعين على الفور لجنة لإجراء مراجعة طريقة لنتائج الانتخابات بتلك الولايات خلال عشرة أيام مسع كروز هذا يمثل تحديا لقادة جمهوريين آخرين بمجلس الشيوخ يعتبرون أن دور المجلس في التصديق على نتائج الانتخابات تشريفي إلى حد كبير وهم يتطلعون إلى تجنب نقاش مطول بخصوص النتائج في الكونغرس الديمقراطيون بدورهم نددوا بالسعي للاعتراض على النتائج إلى جانب بعض الجمهوريين المعتدلين واصفين إياه بأنه إجراء غير ديمقراطي في حين وصف المتحدث باسم حملة بايدن الخطوة بأنها مسرحية غير مدعومة بأي دليل خبراء قانونيون دخلوا على خط التفاعل في هذا الصدد إذ يقول مراقبون إن السعي لإجراء مراجعة حيلة سياسية لن تؤثر على نتائج الانتخابات فرغم الغموض في قانون 1887 المنظم لطريقة إقرار النواب للانتخابات فإن معظم الخبراء يرون أن الكونغرس لا يملك الصلاحية القانونية للمطالبة بإجراء مراجعة للنتائج ويضيفون أنه حتى في حال امتلاك النواب لهذه الصلاحية فإن صدور قرار المراجعة سيحتاج إلى موافقة لأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ ولا توجد في هذه الحالة أي فرصة تقريبا تدل على أن مقترح كلوز يحظى بالدعم الكافي